حملة واسعة أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لمنطالبة الحكومة بالكشف عن مصير آلاف المختطفين والمغيبين قصرا على يد القوات الحكومية وميليشياتها خلال السنوات الماضية إذ أكد هؤلاء الناشطون أنه لا يوجد عراقي ليس لديه مخطوف أو مفقود في العراق الجديد والذي لا تعلم أغلب العائلات مصير أبنائهم لغاية الآن منظمة هيومن رايتس ووتش كانت قد تحدثت عن وجود ما بين 250 إلى مليون مغيب قصريا في العراق بينما لا يزال مصير الآلاف من المختطفين في سيطرة الرزازة والصقلاوية عام 2014 مجهولا إلى الآن سجون الحكومة والميليشيات تكتظ بآلاف المختطفين والمعتقلين فقد أعلن مكتب حقوق الإنسان في محافظة ديالة عن تفشي الأمراض الفتاكة في سجن التسفيرات بالمحافظة بسبب اكتظاه بالمعتقلين النائب أحمد المساري كشف عن اعتقال الميليشيات لوزير الداخلية السابق القيادي في ميليشيا بدر محمد الغبان عندما أراد دخول منطقة جرف الصخر إذ تؤكد مصادر عراقية مطلعة أن الميليشيات تحتجز الآلاف من المعتقلين السنة في سجون المدينة ما كشف عنه المساري أكده في وقت سابق إياد علاوي الذي قال إن الإيرانيين أخبروه بأن ملف جرف الصخر بيد محمد كوثراني القيادي في حزب الله اللبناني وثم تمن يؤكد أن إبقاء ملف المغيبين في السجون الحكومية وسجون الميليشيات يقف وراءه دوافع طائفية بحتة وأن أمد هذا الملف سيطول ما دام العراق تحكمه لميليشيات وفرق الموت سيطول ما دام العراق تحكمه لميليشيات وفرق المغيبين في السجون الحكومية